تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار استلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وفي هذا الإطار تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 456 قضية مونية بمضبطات بلغت 111 طن مواد غزائية وغير غزائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 40 طن كما تم ضبط أكثر من 71 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغزائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و97 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 38 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 331 طن